السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم من جديد وبحلقة جديدة مع الوان مالين وآسف أننا طولت عليكم الغياب هذا الفترة سبب انشغالي مشروع عملها هنا بصنعاء بس من اليوم مصاعد إن شاء الله باستمر بتنزيل فيديوهات وفي فيديوهات جاهية إن شاء الله مفيدة كما هو فيديو اليوم وإن شاء الله نستمر بتقديم المزيد من المعلومات حول التسويق عبر التسويق عبر الانت وطرق كيفية الشغل عبر الانترنت وعمل الأرباح منه اليوم موضوعنا بسيط جدا وهو عبارة عن مثل الحلقات السابقة بس اليوم الموضوع حلو وسهل وفي منه يعني لو استمرت فيه إنت يمكن أنك تجني أرباح في أسرع وقت فهو عنا اليوم هو عبارة عن التسويق بالعمولة عبر اليوتيوب في الآونة الأخيرة اليوتيوب قام بإصدار التحديد الجديد لليوتيوب وأنزل فيه الشورت فيديوهات القصيرة التي لا تطول مدتها عن دقيقة واحدة زي التوك توك لأنه شاف النجاح الذي حققها التوك توك بالفيديوهات القصيرة وما إلى ذلك فحب أنه يدخل بالمنافسة مع التوك توك وفي هذا المجال وقد حقق نجاح يعني وفيه نجاح كبير كبير جدا حققها اليوتيوب من هذا التغيير اللي عمله طبعا لا تنسوا الشراب بالقناة وعمل لايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من الآن وصاعدا إن شاء الله بأكل ننزل فيديوهات كل يومين ثلاثة أيام فعشان أفتصر وقتكم ووقتي صب بل بالآونة الأخيرة أشتي بس أعلم لكم أرويكم كيف في ناس حققوا نجاح بفترة قصيرة جدا وكسبوه ملايين المتابعين وشغالين زي الفلم على اليوتيوب وهذا من ضمنهم واحد اسمه زانغ هذا زانغ بيعمل فيديوهات كان كان قد له سنتين تمام مسجل باليوتيوب وكانت حقها الصفحة يعني مش ولابد يعني كل أسبوع كل أسبوع يعني يحصل مثلا 500 متابع 600 متابع وكان حقها القناة عبارة عن تقديم فيديوهات يعني مقالب وحاجة زي هذا فقبل فترة من شهر اثنين شوف لو تلاحظوا معي هنا شو بحقها الفيديوهات هذه طبعا الفيديوهات من يوم بدأ الفيديوهات القصيرة شوفوا هنا 2.5 مليون 4 مليون و300 يعني 3 مليون هنا 1 مليون 3 مليون و700 ألف يعني بيحقق مشاهدات عالية جدا اسبوعيا وكمية متابعين لا تصدق بس من الفيديوهات القصيرة لو راحظتم مدة الفيديوهات هنا 34 دقيقة 31 دقيقة 22 دقيقة أنا عاصف ثانية ثانية 34 دقيقة هنا 30 دقيقة 27 دقيقة طيب أنا بوريكم من متى هو بدي يحقق نجاح كبير جدا هنا لو رحنا على هذه القناة حقه الاناليست حقه بسوشيو بليد تمام شوفوا هنا هنا هذا طبعا التقدم اللي حرزه من يوم بدء من يوم بدء يعمل شورت فيديوه تمام شوفوا هنا كان بعض حين أسبوعين بعض أسبوع ما يدخر متابعين ما بيش مع متابعين وبعض أسبوع يدخر خمس ألف يعمل خمس ألف وبعض أسبوع ألف فمتى بدء حقه الاتفاع بالهرم هذا الهرم شوف في أول يوم عم بشورت فيديو بأول أسبوع حصل 108 ألف متابع بأسبوع واحد الأسبوع اللي بعده 282 ألف الأسبوع اللي بعد وهو أعلى واحد 351 ألف متابع بأسبوع بسبب الفيديوهات القصيرة الـ 20 ثانية أو 30 ثانية اللي كان ينزلهم يوميا بشكل متتابع واستمر بالتقدم 130 ألف 110 ألف سبسكرايبر هذا كل كل بدأ من شهر 2 25 أول أسبوع كان من 19 2 إلى 25 شهر 2 فبوري وطبعا شوف هنا لو لا هنا عدد المشاهدات حق الفيديو حق الفيديوهات حقه التعدت على 4 مليار يعني يحقق كمية أرباح حائلة جدا وهذا نفس وهذا الفيديوهات حقه من قبل من قبل ما يبدأ ينزل شورت فيديوهات كان يعمل 14,733 في الأسبوع 15,000 16,000 17,000 22,000 20,000 في الأسبوع مشاهدة من لما بدأ 45 مليون في أول أسبوع 45 مليون مشاهدة ثاني أسبوع مليار 18 مليون رقم كبير جدا المهم هذه أحب أن أوريكم نبذة عن النجاح الذي يمكن أن تحققه بعمل بسيط جدا وهو تنزل فيديوهات باليوتيوب شورت فيديوهات وبالوهيكم الآن كيف تنزلوها وتعملوا الروابط حق الإفليهات تبعكم بالدسكريبشن حق الفيديو اللي بتنزلها باليوتيوب وتستمر على ذلك وتستخدم الكيوورد زي الكلمات الدالة الصحيحة عندما تنشر الفيديوهات تحقق وربي بيوفعك إن شاء الله بس أهم شي القهد والعمل وأنك تتعب يعني عشان تنجح فأوكي فحنا بنروح نجيب افليهات تمام بنجيب افليهات كود حق افليهات من كليكبانك وروثهم كيف تعملوا الفيديو وتنزلوا على اليوتيوب طريقة سهلة و بسيطة جدا تمام نروح على كليكبانك طبعا أنا قد كنت جهست الصباحات هذه كده نروح على كليكبانك فأنت لازم تركز على النيش على المجال اللي انت حابب انك ترويج فيه وقبل ما ترويج فيه لازم تبحث كويس جدا وتشوف اذا الناس معجبين بهذا المجال وفي علي طلب كثير بالسوق ولا لا لو ما شفت علي طلب كثير بالسوق حاول انت تركز على نيش ثاني عشان يكون اكثر اهتماما لدى الناس واكثر طلب لدى الناس عشان تدخل أرباح وتجني أرباح فترة قصيرة يعني فأنا اليوم بنشوف الترافو قلينا نشوف بس مجال الترافو وانا اقول لكم كيف تختاروا الناس الصح اللي يساعدكم ان انتم تجنوا ارباح من اليوتيوب بفترة قصيرة جدا اوكي فاحنا لو اخترنا الترافل هنا الترافو خلوه بس لودن اوكي فأنا لو اخترت مثلا هذا هذا يعني زي الوبسايت او كتاب يعني يجيب تذاكر رخيصة لو بدك ترابل تمام وعلى كل مبيعة تبتاع انا بحصل عليها ثوري فعيف دولاس يعني 35 دولار على كل سيل على كل مبيعة تحدث من خلالي انا او من خلال الرابط اللي بيجيب بها لين الشركة هذه تمام حلينا بس نجهز ال ال لينك حقهم نعمل generate hoblinks طيب هذا هذا الرابط هو رابط العمولة او الافلية التبعي اللي بحصل من خلاله عمولة لو حدا ضغط عليه ودخل يشتري حقهم المنتج او يشترك بالويب سايت حقهم او اي حاجة تمام من خلال هذا الرابط انا احصل على عمولة وهي يعني 5 و 54 سن ف اوكي احنا نجيب هنا نجيب 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 نحط بال نوت بوك هنا عشان ما ننسي شبنا اختي هذه تمام الان انا انا او ريكم كيف تحصل يعني كيف تبحث عن النيش او المجال اللي هو اكثر طلب لدى الناس واكثر ارادة لدى الناس يعني اللي يحب هالناس اللي يشوف باليوتيوب وكذا وكذا طبعا تروح على اليوتيوب مثلا اوكي ولو رحنا هنا تروح على البحث وتعمل كذا وتعمل شورتس تمام شورتس معناها قصير يعني التخصيص الكلمات اللي بيطلع لك هذولا طبعا اكثر هن كلمات دالة وكلمات مشهورة باليوتيوب والناس يبحثوا عليها كثير تمام فهنا لو شوفت معك الويت لاست هنا يعني اداة التخصيص حق السمنة وال 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 تخصيص الاحجام يعني حق الرياضة وكذا هنا make money online هنا معك رابط معك woodworking معك 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 dogs يعني المقاطع المضحكة القصيرة التخصيص الذي نختار هذا الميال التخصيص يعني الرحلات نروح على التخصيص فنحن نروح على التخصيص تمام لكي أريكم كم نسبة المشاهدة لدى هذا المجال حسنا نروح ونبحث على التخصيص بالتخصيص الهاشتاج هذا الشورتس لكي أرينا الفيديوهات القصيرة فهذا نرى 47 ثانية حصل على 47 بيوز حلال 8 ساعتنا 600 حلال الأسبوع خلينا من هذا نروح نرى كويسات كويسات فهذه واحدة من الطرق التي لازم تبحث فيها أنا طبعا مشقال لك تروح تعمل traveling traveling niche وتروح تعمل فيديوهات عن traveling وتعمل affiliate عن traveling تمام هذا كان مجرد مثال يعني مثال بس كيف تقدر تسوي وتبحث عن الفيديوهات الأكثر نجاحا والأكثر مشاهدة على YouTube فشوبة travel لم نظر عدد الكثير في الفيديوهات يعني هذا 47 هذا 660 يعني الوحيد الذي كثير من 14 ثانية وحصل على 50 الف مشاهدة خلال شهر واحد وهذا الفيديو تمام وهذا الفيديو اكيد هذا الفيديو طبعا affiliate تمام فلو فلو فتاء جهاز يستخدم للطبخ أثناء السفر أو أثناء الرحلات إلى مثلا الجبال أو الوديان أو حاجات زي كده تمام طبعا هذا الفيديو فيه رابط فهذا مثلا عمل رابط حقها affiliate بالdescription تمام فأنت أوكي تروح طيب تقول يا حقي محمد يعني من وين نجيب الفيديو هذا أو كيف نسوي الفيديو على هذا مثلا أنت تروح تشوف حقك المنتج بclick bank تمام وتشوف أيش نوع المنتج حقك وتبحث عليه خلينا بس نبحث عليه عشان أوريكم مثال حي كيف أنت سوي save on air fair تمام يعني حقهم البرنامج هذا بclick bank هو عبارة عن برنامج وكتب ومشتريات تخليك أنت يعني تخليك تسيّف فلوس يعني تحوّش فلوس من الرحلات وكذا وكذا يعني تخذ تذاكر وتخذ حاجة زي كذا بأقل الأثمان تمام ويكون معك يعني أنك سيّرت some money on the side يعني قليل بيس على قليل فلوس يعني من الرحلات من تكلفة الرحلة وتكلفة المصاريف وما إلى ذلك تمام فتروح تعمل فيديو طيب تروح تعمل فيديو مثلا على Canva هذا Canva برنامج تصميم فيديوهات وصور طبعا في من معهم two versions نوعي نوع مدفوع ونوع مجاني أنت استخدم النوع المجاني وصمم فيها الفيديو وسهل جدا ولو حاب أن تعرفوا كيف تصمموا فيديوها على Canva أو صور أو logos شعارات وما إلى ذلك اكتبوا لي بالتعليقات وانا نزل حلقة متكاملة بهذا اليومتين يعني يومين بالكثير عن Canva تشرح كل تفاصيل Canva تمام فأنا طريقة سهلة جدا أنك تروح على الفيسبوك مثلا تروح على الفيسبوك وتبحث على فيديو بنفس النيش الذي أنت قاعد يعني ترويق له أو تسوق له تمام تروح على الفيديو سنحن نرويق للترافل تمام نعمل ترافل ويطلع لك الفيسبوك فيديوهات قصيرة عن تشابل زي هذا الفيديو تمام وزي هذا وزي هذا فأنت تأخذ هذا الفيديو لو معك برنامج كت ومدري أيش وحاجة زي كذا تمام يعني تقص الفيديو هذا بحيث أن تتخلح أقل من دقيقة هذا الفيديو مدتها 22 دقائق و20 ثاني و20 ثانية فأنت تقص عفوا فأنت تقص هذا الفيديو يعني يعني صلحة صلحة يعني يخذ لقطة من الوسط ولقطة من الأمام ولقطة من آخر الفيديو ولقطة من بداية الفيديو وكذا وكذا ودبلجهم مع بعض وخليهم دقيقة واحدة وبعدين جيبه بعد ما تخلص الفيديو بعد ما تخلص لإداء تلحق الفيديو تروح على اليوتيوب تمام وتروح منزل نيو فيديو أوكي بس خلينا نروح على القناة هالثانية تابعي عفوا بس طريقة يتحمل هل هو الميوزيك شوف ميوزيك بسيط وصور حلوين وحاجة زي كذا تروح على هنا create upload new video بعد ما تخلص إعدادات الفيديو تمام تمام وتروح يا حبيب اروح على اليوتيوب والنت ضعيف شوية آسف وتقوم بتنزيل الفيديو هذا تمام وتنزله على هنا على اليوتيوب وتختار بعدين الفيديو اللي بدك مثلا تمام وتتبع الخطوات من هنا وتتبع الخطوات حق اليوتيوب تمام يعني تحط تايرو طبعا بعد ما تنزل هذا الفيديو حققت على اليوتيوب تمام خليني بس أعمل لكم مثال حي اوكي فانا لو رحت على اليوتيوب هنا نقوم بإستثنة توفل نعمل ص票 لك الفيديو وإذا åق stripeop الفيديو من الحقة ان يظهر هنا لو أخذت مثلا هذا الفيديو طبعا هذا الفيديو يعني يعني تمام هو عبارة عن لا شيء مش للنشر أو لأي حاجة هذا فيديو خاص تبع برنامج كنت بينا سوي هنا أوكي تروح هنا على التايتل هذا التايتل اللي هو عنوان الفيديو أنت تكتب التايتل تمام بس قبل ما تكتب التايتل ضروري تعمل هذا شورتس الهاشتاج هذا شورتس تمام وبعده تزيب ضيب مرة وتعمل هاشتاج لإسم النيش اللي أنت جالس تسوق له أو تروج له تمام وتعمل اسم النيش هنا مثلا أنا أعمل ترابل نعمل هنا ترابل تمام وبعدنا تزيل على الديسكريبشن الموضوع الفيديو تحط موضوع قصير عن الفيديو وتحط رابط الافليات اللي أنت جالس تروج له أو تسوق له عبر كليك بانك جاي بيزو طبعا هذا الطريقة تقدر تستخدمها للافليات عبر جاي بيزو ووريور بلس دي جي 24 ستور كليك بانك أي مجال أو أي محتوى ماركت بلايس بيعمل اثيرية تقدر تروج بنفس الطريقة هذه مش ضروري يعني يكون خاص بكليك بانك أو خاص بأي محطة يعني من محطة بأي ماركت بلايس بلس من ماركت بلايسة اللي بيقدم هذا الخدمة حق التسويق تمام فبعد ما تعمل الموضوع تنزل هنا تعمله ثمنيل مثلا الثمنيل الصورة الالهابة البداية وتعمل بعدين هنا تنزل تعمل الهاشتاكس تعمل هنا الهاشتاكس حاجة زي كذا يعني الهاشتاكس كلمات الدالة التي تدل على يعني توصف الفيديو هذا تمام بكلمات دالة يستخدموها العامة أو الناس بالبحث عبر منظام البحث حق اليوتيوب تمام وبعدين تعمل نيكس تروح على نيكس هنا بيقول لك نوز ناتفول كيدز تعمل نيكس هنا بدك ضيف سابتايروس يعني ترجمة وتعمل نيكس مرة ثانية وبعدين هنا بيقوم السيستم بمراجعة هذا الفيديو سيستم اليوتيوب بنظام اليوتيوب بمراجعة هذا الفيديو إذا كان يعني ما فيش به أي حاجة يعني مخلة بقوانينهم وسياستهم وبعدين آخر محطة تروح على هنا حبيبي هو هنا تقول لهم سيف أو بابلش حفظ أو نشر هنا بيقول لك لو بدك تنشرى خاص لو بدك تنشرى عبر رابط بس يكون تشوفه أنت واصحابك باليوتيوب وهنا بيقول لك بابلك للعامة جميعا وتعمل نيكس تمام وبعد ذلك بينزل وبعد ذلك بينزل الفيديو حقك اليوتيوب وإن شاء الله تحصل على مشاهدات وروج لها بالإنستجرام وروج لها بالتك توك وكلما نزلت فيديوهات كلما هذا بعض حين تنزل فيديوهات يعني تنزل 20-30 فيديو واحد بس اللي يرفعك يعني البغية كلهم يجير مشاهدات حقهم قليلة جدا ومعكي لهم اي مشاهدة ولا لهم اي فايدة ويجي فيديو واحد تسوي يعني ينتشر وينطلب ويرفعك يعني ويرفع المشتركين تبعك واللايكس وكل حاجة تمام فالموضوع الشيء لبس حنكة وذكاء والتفكير في الموضوع وصبر ومثابرة يعني الشغل هذا وتمشي بعد الشغل هذا يوما بعد يوم تمام تنزل ونزل لن ننشي بعد هذا هنا فهذا كان موضوع اليوم يا شباب واتمنى انتم مستفدتم من هذا الفيديو وانتظروني بحلقة جائئة ان شاء الله مفيدة اكثر من هذا الفيديو وفي مواضيع كثيرة جدا جدا عبر حول التجارة عبر النيت وما الى ذلك فاذا اعجبكم الفيديو اضغط زر اضغط اعجاب وعمل اشتراك للقناة لو انتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد واتمنى لكم اسعد الوقات واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله في امان الله ورعاية الله الى حلقة ثانية الله معهم peace one million